رفع نادي تشيلسي عرضه للتعاقد مع الهولندي ديليخت مدافع يوفنتوس خلال المركات الصيفي الجاري وينتهي عقد ديليخت مع السيد العجوز صيف 2024 لكنه يرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة وحسب صحيفة لاجازت ديليسبورت فان تشيلسي رفع عرضه لضم ديليخت الى 80 مليون يورو ليقترب من تقييم يوفنتوس للصفقة 90 مليون يورو واشارت الى ان يوفنتوس رفض العرض الاول من تشيلسي بشأن ديليخت والذي بلغ 40 مليون يورو فقط بالاضافة الى ادراج واحد من التنائي تيمو فيرنر او كريستيان بوليزيج ديمن الصفقة واكد المدير التنفيذي ليوفنتوس في وقت سابق من هذا الاسبوع ان ديليخت يريد مغادرة الفريق الى ايطالي هذا الصيف وكان المدافع الهولندي قد انضم الى يوفنتوس صيف 2019 ندير 85.5 مليون يورو قادما من عيكس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة